ومن الأمور التي تتعلق بهذا الباب أن العبد حينما يستشعر مراقبة الله له يكون حينئذ ممن سعى إلى استجلاب رحمة الله جل وعلا في جميع أعماله إن العبد يمكنه أن يكون من أهل الإحسان بإتقانه لأعماله بتقديمه لعمل صالح متقن على خير وجوه العمل لقد كان الإحسان يجتمل على فعل ما ينفع الآخرين ويكون سبباً من أسباب ابتعاد الحاجة عنهم يطعام جائع إحسان وهكذا القيام مع المحتاج يعتبر من الإحسان دلالة الضائع في الطريق من الإحسان ومن الإحسان تفقد حاجة المحتاجين من الإحسان أن يكون الإنسان ساعياً في التخلق مع الآخرين بأخلاقهم الفاضلة إن قيمة الإحسان لكبيرة وعظيمة وبالتالي نستشعر أن لها فضلاً كبيراً وأن لها آثاراً عظيمة هذه القيمة تنطلق من استشعار أن الله جل وعلا هو المنعم على العباد وهو المحسن إليهم كما قال وما بكم من نعمة فمن الله وحينما يكون الإنسان محسناً في تعامله مع الخلق يبلغ أعلى الدرجات ويكون حينئذ من أهل رفعة الدرجة يقول الله جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى فالإحسان أفضل من العدل فالعدل إعطاء أهل الحقوق حقوقهم بينما الإحسان أن يتنازل الإنسان عن حقه في مقابل أن يحصل على إحسان من عند الله جل وعلا ترجمة نانسي قنقر